بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية أهلا وسهلا بعضراتكم والسؤال اللي بنسأله لبعض النهاردة هل ممكن أزرع الخيار اللي هو بتزرع داخل البيوت المحمية أو الخاصة بالزراعات المحمية ممكن نزرعه تحت الأنفاق البلاستيكية أو ممكن نزرعه في الحقول المكشوفة وهل ممكن العكس ده اللي هنجاوب عليه بإذن الله تعالى في خلال الدقائق القادمة بإذن الله تعالى في الفيديو ده هو وبحمل لحضراتكم بشارة برضو اللي ماعتبرها يعني حاجة كويسة أهلا وسهلا به واللي مش ماعتبرها برضو حاجة كويسة حياة الله وأهلا وسهلا به فعلى كل إن احنا متعودين يعني على إن في ناس كويسة وفي ناس دون ذلك ودي طبيعة الله سبحانه وتعالى في خلقه يعني تمام فالعمل بإذن الله تعالى في حاجة اسمها مدونة عاملها أنا اسمها برضو بانوراما زرعية مدونة بانوراما زرعية المدونة دي يا جماعة بيبقى موقع أو موقع يعني خاص بي أنا ده حطت عليه موضوعات تمام إلا حابب يتابع الموضوعات ده هي تهتلاقي فيها 12 موضوع أنا كتبتون في اليومين اللي فاتوا دول آآ مقالات يعني عن الزراعة آآ هنحط فيها برامج الري وبرامج التسميد برامج مكافحة آآ كل شيء عن الأمراض بتاعت النبات صوت بالصورة طبعا والكتابة تمام والمواد الفعالة هتلاقي حاجة محترمة جدا يعني اللي عايز أنا هنحط الرابط بتاع المدونة دي بإذن الله في وصف الفيديو واللي حابب حتى يبحث على جوجل اكتب بانوراما آآ مدونة بانوراما زرعية رجب الشبراوي ممكن يلاقيها مع أنها لسه جديدة ممكن تكون ما ظهرتش في البحث ولكن أحط لحضراتكم الرابط اعملوها لها متابعة اللي حابب يعني تمام اللي مش حابب حياها الله برضو ما خسرناش حاجة يعني في الأول وفي الآخر لعلها تكون يعني سبب في دقولنا الجن آآ الخيار اللي مزرع داخل البيوت المحمية ممكن نزرعه برة أول حاجة الخيار اللي تزرع برة ميفحش الزرع داخل البيوت المحمية خالص تمام وإن كان في أقصره كان زرعه السنة اللي فاتت في تركيا تمام صنف خيار أرد كان زرعه في البيوت المحمية ولكن طبعا مش هيكون كويس ما علينا المهم طب ممكن اللي هو داخل البيوت المحمية نزرعه برة تحت الأنفاق طبعا ممكن ولكن بعدة شروط لازم الشروط دي تدي لها تحية عسكرية كده تخام وإنك أنت ما تتنازلش عن شرط فيها وفيه شوية حاجات هدردش معك فيها أول حاجة آآ ما يتزرعش الصيفي أبدا منجيبش صنف صيفي ونزرعه تحت في الصيف مثلا منجيش مثلا في شهر خمسة ونزرع صنف خيار ونقول هيبقى كويس أو في شهر ستة أو في شهر سابعة أو ما نزرعه إمتى يعني بتزرعه في شهر واحد تحت الأنفاق البلاستيكية تزرعه في خمستاشر اتنين في الأوبنفلد برضو الحقول المكشوفة ما عندكش مشكلة فيها تب ليه بنزرعه الصيفي لأن يا جماعة الخير الخيار اللي بتزرع داخل البيوت المحمية الصيفي بيبقى المجموع الخضر بتاعه حاجة لا يتخيلها بشر تمام فأنت هتزرع الخيار ده هوت في صيفي في بره أولا بزر بتاعته غالية هيعمل لك طبعا مجموع خضري رهيب مش هترضى تسيطر عليه وبالتالي الأمراض هتمحيهه لك تمام مهما كنت أنت دي أول حاجة تاني حاجة مش هتعرف تحط رجلك حتى علشان تجمعه تمام طيب أو ما نزرعه إمتى يا تزرعه خريفي متأخر يعني نزرعه في شهر كامل يعني ممكن حضرتك تزرعه في خمستاشر تسعة على حسب منطقتك برضو علشان ما اجزملكش ممكن منطقتك تكون حرة تمام ممكن لو في جو مصر مثلا في بحر تزرع في خمستاشر تسعة عادي خالص أو أول تسعة عادي خالص يتزرع أو ممكن تزرعه تحت الأنفاق البلاستيكية في بداية شهر واحد تمام خمستاشر اتنين ممكن يجمع أو في أول تلاتة ممكن يجمع هياخد شهرين هياخد شهرين آه طب ليه بنجمعه في الصيفي قلت لك ما ينفعش طب في الشتوي آه ممكن يمشي معاك خالص زي الخيار اللي هو مزروع قدام حضرتك ده هوت الراجل زرعه هوت تمام ده داخل بيت شبك وبعد كده حاطت عليه البلاستيك هوت وده داخل بيوت محمية طيب بيت سابق وفقي آه بيت سابق وفقي ولكن يا جماعة يشترد فيه برضو ان لازم تحط ملش بلاستيك تحته علشان ما يبادلش الدنيا والخيار بتاعه آه طبعا دايما الخيارة لما بتلمس الرطوبة أو بتلمس أرض فيها الرطوبة طبعا بتدي الأصفرار اللون الأصفر من ناحية اللي هي ملامسة للأرض تمام أما لو في أرض جافة لا مايش هيدي اللون الأصفر ده تمام آه إلا إذا كان النمو الخضر الكسيف قوي تمام دي حاجة فعشان كده دايما بنحط الملش بنزرع على الملش دي أول حاجة في اللازم يعني تمام بعد ما قلنا المعاد بتاعه آه شرط المعاد شرط التاني إنك لازم تزرعه على ملش تمام عشان آه ماي آه يعني هو هيبقى كويس ما علمناش حاجة بس عشان السمر تطلع معاك كويس يزرعه على ملش عشان آه ما يبقاش فيه رطوبة تمام دي حاجة الحاجة التانية الكسافة النباتية في القصة دي مهمة جدا 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 الكسافة النباتية بحيث إن أنا ممكن أزرع على تلاتة متر تمام أو اتنين متر هنا واثنين متر هنا تمام وازرع في نصهم تمام اتنين متر اتنين متر ونص ممكن توصل لتلاتة متر شفت أنا بقولك ايه تلاتة متر ما بين الخط والتاني ولازم يكون مش أقل من خمسين سنتيمة بين النبات والآخر بل تزيد ممكن توصل لخمسة وسبعين سنتيمة أو ممكن تزرعها لو انت عامل بين الخط والخط مترين ممكن بين النبات والنبات بيبقى طبعا في حدود متر تمام وهيغطي المساحة دي هيغطيها لأن انت طالما بتزرع كده انت هتستفاد بايه هتستفاد بإن البزور بتاعتك هي غالية ولكن هتديك انتاجية كويسة والغالية ديت ايه بدل ما تزرع مثلا أربع أو خمس تلاف في الفدان لا انت في حضرتك في الزراعات دي ممكن توصل لألفين وخمسمائة نبات في الفدان كويسين جدا والفدان أربعة تلاف وموتين متر عشان ما ايه ما حدش يزعلك من دي فاهموني دي حاجة الحاجة طيب في حاجة مهمة كمان يا جماعة انك تحافظ على النبات بتاعك اولا لو انت زرعته بدري هيكون عندك البيض الزغب لو انت زرعته تحت انفاق بلاستيكية تاخد بالك منه واخطر مرض اعفنا الجزور برضو تاخد بالك منها وتكلمنا عليها كتير واللي اخطر من كده فيه مرض يا جماعة بصيب الكنتالوب دايما والخيار تحت الانفاق البلاستيكية وده بسموه العفن الابيض او الاسكلوروتينيا تمام لو ما خلنش التعبير للجماعة بتاعه الامراض يعني تمام المرض ده لما بيجي بيجي على التفرعات بتاعت الساق من عند منطقة الجزور ما هي ملتحمة بالسقان ابتدت تبقى مايرة كده وفيها عفن فيه ناس بتسميه العفن البني العفن اللي اسف الابيض القطني بسموه العفن القطني او العفن الابيض الاجانب بسموه بسموه عفن الخشب يعني تمام لانه بيقضى على كل حاجة خالص تمام وده كنا بنحط له داكنيل مش هارف الله منزرعتش من زمان في مصر فيه مادة من نسقي بداكنيل مادة زمان كاسمها داكنيل هي اللي بتجيب العفن القطني طيب بالنسبة لو كان عندك النمو الخضري شديد جدا يبقى لازم وتاخد بالك من الساقب المصر طبعا المن والجازد والتريبس اللي تاخد بالك منه مرشم واحترم طالما شلت الانفاء تمام والمن طبعا طول ما انت حطت الانفاء معرض ان تيجي عندك منه تمام غير كده كمان اللي تاخد بالك من العنكبوت الاحمر وترشه بمواد مختلفة تمام غير كده لو المجموع الخضري اللي عند حضرتك زايد اللي عند حضرتك زايد زيادة عن اللازم فانا بوصي حضرتك انك تعمل ايه انك اساسا الساق الساق الرئيسية طالما وصلت لي حد معين حاول تعمل لها تقطفة او تطوشة او تقطعها بحيث ان هي ما تزيدش زيادة عن اللازم وممكن كمان تعمل تقليم للافرع الجانبية يعني دي حاجة بقى كل واحد لو عنده انا لو عندي فدان جده قاعد فيه اعمله بنفسي مش محتاج حد جده قاعد ارسم فيه كده بلوحة جميلة وطلع حاجة صدقني خيار ينافس بتاع السواق كمان تمام شكرا لحضراتكم والسلام عليكم والحمد الله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر